يعني أرى كنت بدي أسأل عن صفات الأم بس قبل ما أسأل هذا السؤال أنت بتخدم الرب اجتماعيا وروحيا ولما نقترب لعيد الأم إيه الشيء اللي بدور في ذهنك أخت اللي يعني في هاي الفترة حقيقة أنا أول شيء بتذكر أمي وبتذكر كيف ربتنا بتذكر قديش كانت أم صالحة وقديش كانت أم مشتهدة قدي غرست فينا قصص وإشي حلوة كتير يلي يمكن هلأ عم نفتقدها بتربيتنا فبعيد الأم بتذكر هيدا الأمهات بتذكر كل الأشخاص اللي مرأوا بحياتي كمان أشخاص أمهات روحيات مش بالضرورة تكون بس أمي أشخاص كان إلهم طابع في حياتي فهيدا أساس لأن الأساس هي التربية الأساس شو شفت قدامي مين كان الموضل قدامي فهيدا كتير مهم فبعيد الأم عيد عزيزي كتير على قلبي وأنا أكيد عزيز على الكل لأنه الأم شخص لا يعوض لا يتكرر الأم شخصية لا تتكرر وخصوصا إذا كانت أم صالحة أكيد أكيد وهذا بيقودنا للسؤال الثاني إيه هي المزايا إيه الخصائص إيه صفات الأم المسيحية بالحقيقة في صفات كتير للأم المسيحية يمكن شو ما قلنا لحنضلم قصرية بس خلينا نقول أنه أول شيء الأم هي المدرسة يلي بتدرب وبتعلم الولاد قبل ما يروحوا على المدرسة الأم هي المدرسة صح البيت هو المدرسة شخصية الأم هي المدرسة هي اللي بتعلم هي اللي بتنبي هي اللي بتدرب هي يلي بتعطي هي اللي بتحط الحدود الولاد بحاجة إنه أمه تحطه الحدود الولاد بحاجة تكون الحدود واضحة حتى يربع على مبادئ معينة ما فيها تكون الأمور سيبة لازم يكون فيه رولز بالبيت لازم يكون فيه مبادئ هيدا كله شغل الأم هيدا كله شغل الأم الأم هي اللي بتصبر عندها بدي يكون عندها صبر المسيح مش صبر أيوب لأنه الأولاد بالحقيقة أنا عندي ثلاثة أولاد بعرف بدي صبر طويل طويل حتى تتحمل ومش بس تصبر في شغلة كتير مهمة الأم لازم تشجع ولدها تشجع يعني العيات والتقنيب التقنيب الولد والصريخ على الولد والصوت العالي وكل هاي الأشياء ما بتنمي شخصيتهم فهي دورة أنه تنمي شخصية لتنمي شخصية بده يكون عنده صبر بده تتحمل بده تكون تعيد الشغلة مئة مرة مليانة محبة مليانة محبة محبة بلاشروط هاي دي أساس محبة ما بتطلب شي تاني بالمقابل الأم معروف عننا لازم يكون عندها محبة بلاشروط إذا الأم أعطوهم مشترطة بمحبتها الولد ما بيتعلم شيء والولد ما بينما والولد ما بيصير عنده هو محبة يعطيها لغيره يعني كل شيء منحط بولادنا من هن وصغار تأكد تمام إنه هاي دي الإشي هن بيحطوها بولادهم شو أنا بحط بابني وبنتي شو بيعطوا ولادهم إذا أنا قدمت محبة بلا حدود هن بيكونوا هيك إذا أنا قدمت تشجيع إذا عطيتهم الثقة إذا كنت عم بتواصل معهم هيدا أمر كتير مهم إذا عم دربهم هيدا أمر مهم فهيدول اللي كلهم هن بيخدوهم للمستعبل معهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر